السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في حصة خاصة اكزاكتومو تتعلق بربيط الأبطال الإفريقية اللينا عادتا ديما تكلف في الموسيقى وفي الثقافة كل شيء نحب أقول هارد لك لأخواتنا الجزائريين اللي نحبهم برشق ومبروك للترجري ذي التونسي اللي فريمون شيء يعمل كيف حاجة واحدة أنا حبيت نعمل الفيديو ذي لسبب واحد الناس اللي قاعدت تحلى البلعات فهم كلهم بطل الكورة رغم أنا مش اختصاصي كورة أنا اختصاصي فن فهمتني كل من قاعدين تشوفوا فمدي في اللقاتات هكو تشوفوا فيها اللقاتات على لايف دي ريكت فهمتني هذه مقابلة ما شاء الله فهمتني متاع الوداد اللي نهنوا ونبركولو فهمتني المغربي ان شاء الله ربي معاه بيزمش تكون عندنا عنصرية في الكورة مغربي جزائري تونسي مصري المهم فهمتني اكيب عربية تزل البطولة كنت الناس كلهم مشاكين في التراجي عندنا مثال تونسي يقول لك البقرة كتيحت وكثرت ككنها هاي البقرة تحت وهي الكثرت ككنها وهي البقرة ظهرت فهمتني اللي عروق متعرق بمتاحها معنا من عديد متى تذبحش بسهولة وقلت فهمتني الناس اللي قاعدين يتبعوا فيها في الفن حتى الكورة رأي فن وربي يزيونا نحنا كعرب مهلكنا كان هن قد الفارق فهمتني والتراجي فارق ونقول لكم انا التراجي لو ما عاشت وقفها حتى جمعي ما احترامت الاهل ما احترامت الوديات ما عاشت وقفها حتى جمعي فهمتني واكل شفتوها هي التراجي تعبوا جبتوا قلعتوا الترح فلذا انا نحب نقول لكم للناس اللي قاعدين يتابعوا فيها على الفيديو هردلك للجزائر خاطر نحبهم برشة جمعة للجزائر اصحابي هنا في بريس حتى المغاربة نحبهم برشة ولكن نحو العاطفة ونحكي كورة جمعية كبيرة توقع درجة جمعية كبيرة فهمتني اكشفتوها التراجي رغم معين الشعبين يعمل غلطات والذكة في حاجات فهمتني العبرة بالنتائج والنتائج وصلت والنتائج جات فلذا بربي يا جماعة اليوتيوبر اللي عندكم قنوات في اليوتيوب وتحلوا في الرياض اللي هو مش من اختصاصي بلا لعب بالالفاظ يزيكم باللعب الالفاظ ما يجيب حتى نتيجة فهمني عليش تحبوا تكسبوا نسبة مشاهدة أنا لا لا عمري واحد قلت له ببرتاجي ولا جام ولا فعل الجرس ولا شير ولا هم يحزنون ولا غيره هل نعمل الفيديوات بكيف فلذا فهمتني تراجي وقع الدولة وفعلا كي قال لك تراجي الدولة هاكم تشوفوا هنا هنا هاكم تشوفوا فهمتني هاو البينسبور قاعد نشوف فيها كنت ناس تحكي في حكاية ولا التوته تحكي في حكاية قبل الماتش كنت تراجي الدعبان وتراجي ولا حاجة وتراجي فهمتني خلاص و و و و احنا هي قمة في النفاق يتعلق بما السدقية متعلق شخليك خليك مستدقية خليك تحليك يكوني فني كما طلعته بالتونس يقولوا عفته معنا كذابة وظهرته معتفهم وحد شيء في الكور أما واحد بار كيوتيبر مصري عجبني برشا قال لهم التراجي يراه ما يتنزلش على حقه مهما كانوا ميعفوش راتس وخاصة بالوجزة الجزائري محترامات يدي فريقة ما عندوش الخبرة اللي عند التراجي فلي ذا زايد يا ناس يراهوا فمدي زم المنطق تحكموا بالمنطق مش بالعاطفة شوفوا الاهلي رقم هي تيعب ورقم ديفونسا تيعب جيت معي كيب في مدني سانداوس يلعبوا بالثيق في شامل افريقيا مع مغرب ومع مصر ومع الجزائر ومش ثيق يجيب اضعف كيف من زير ولا اضعف كيف من مصر ولا من تونس ولا اضعف كيف من مغرب يعملوا حالة مش الافريقيا لعبوا قادي وتراجة زم محسوب يجيبوا لعبوا في التراجيات بتاعنا تعبانة كما يقولون انتم المصريين فلي ذا اللي حبيت نعمله في الفيديو هدايا ونوجهه فهمتي الاحبابي والاصحابي هو راه مش مثلا في الاهلي ولا في الوداد ولا في الوزداد ولا ومع ذلك اللي حالة هو وحدك يحلي حل بالمنطق المنطق اش يقول فهم الخبرة فهم جمعية عندها اسم بش تحرب عليه ولو كان في اسوأ حالته شفتوها انتم التراجي بالحق كان في اسوأ حالته بالجزائر وملحوصت هذا ما خصتش ثلاثة وربع رغم بالوزداد ما لعبتش ما لعبتش كورة في الجزائر لعبة التالي ومسكرة التالي مي جاوهم كورات ثلاثة جاوهم ثلاثة فرص استغلوا منها مزوز وواحدة ضيعوا كهو تراجي زادة كيف كيف اليوم ما لعبتش زادة راه زادة جاوها ثلاثة فرص سجلت منها مزوز فهمني فلي ذا الكورة ما عنداش احكام مي راي الخبرة زادة تلعب دور مختصر مفيد الناس اللي كله مش بش نقول بارتاج ومت بارتاجيوش مش بقول شاير ما تشايرش ومش نقول لك صابوني ما صابونيش يا سيدي انا انا عمل عمل القناة اليوتيوبة ذي للكيف نحكي في الكورة نحكي في السياسة نحكي في الفن سيفري اكثر اكثر الفيديوهات نعمل شاير كلها على الفن مي كنت نشوف حاجة مسيرش ورسالة جامعية للتراجل كله وقولهم مبروك 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 سيفري جاء انتي صار بتعب مي تعبوا عليه وجابوه للناس الكل اللي يتفرجوا فيه وقولهم راني ما عندي مشكلة مع حتى دولة لا مصر لا الجزيرة ولا المغرب ولا هم بيحزن انا عندي مشكلة مع لا وعي والتحليل الغالط والمنافقة كسوا في الفن كسوا في الرياضة والرياضة لا يفن والكم السلام عليكم وبيانتو ان شاء الله اشتركوا في القناة